هو عايز بداية جديدة كمان. يعني انا شايفه هو شايف شكل العلاقة. حاسس كمان ان هو مقيد في العلاقة دي. يعني حاسس بتعب. حاسس ان هو مقيد. فيه امور كتير غمضة بنسبانه ومش واتحاله. فهو تعبين كمان في العلاقة دي وحاسس انه عنده حمل كبير قوي فيها. وخايف يطور او ياخد قرار او مش قادر ان هو ياخد قرار لكن هو عايز بداية جديدة. آآ على فكرة بعضكم هيكون هو الشريك ممكن اللي عايز الانفصال وعايز بداية جديدة. عايز ينطلق. عايز حرية. يعني عايز يتحرر. مش آآ هو حاسس ان هو مقيد. وهنا في الزفول هو عاوز يتحرر من من التقايض ده. وعاوز بداية جديدة. النصيحة ليك بالنسبالك للمتزوجين من برج الميزان. آآ انا شايفة ان العلاقة دي ممكن يكون فيه اشخاص تانية بتتدخل فيها. لو العلاقة الزوجية دي فيه اشخاص تانية بتدخل فيها يعني آآ يعني هنا الطارب ينسحك. انك لازم تفكر. وان تذكيرك يكون انت واسرتك. وان آآ ما يدخلش اي اطراف خارجية في العلاقة. الا كمان لو يكون بينسحك العلاقة الثلاثية آآ ممكن تكون هي سبب آآ يعني سبب آآ الخسارة في العلاقة دي او آآ او فشل العلاقة دي او او المشاكل اللي بتحصل في العلاقة دي. او هتكون كمان لو استمرت هتكون سبب في انهاء العلاقة دي تماما. العلاقة الثلاثية لو برج الميزان موجود في علاقة السلاثية. آآ مطلوب منك ان انت تتعاون او ان انت آآ تستشير حد يكون آآ بتصد فيه. آآ عشان تقدر توصل آآ يعني الحل يوصل العلاقة للكارت ده. يعني لو انت عايز العلاقة تستمر وانت عايز تطور فيها او عايزها للاحسن او ان انت تقوم مبسوط او سعيد في العلاقة. آآ حاول تفكر بشكل سليم. حاول ما تدخلش اشخاص في العلاقة سواء انت او الطرف التاني. آآ كمان حاول تسأل حد تستشير حد. آآ ولو فيه لو موجود في علاقة ثلاثية يبقى قرارك انك تنهي العلاقة اللي انت موجود فيها تماما او تنهي العلاقة الثلاثية تماما. علشان انت كده آآ حيرة. يعني حيرة انا شايفة قرار اللي قدني فيها حيرة كتير. آآ بالجاتة ان انت كمان في عندك العلاقة سواء اللي انت موجود فيها دي آآ او اللي انت راح لا انت بتحس ان انت في علاقة قدرية. يعني انت بتحس انك في حاجة آآ هي ده نصيبك. بس انت مش عايز كده. او الطرف التاني مش عايز كده. كتير بتوازن امورك كتير محتار بتفكر آآ في حاجة انت مش عارف تجيبها ازاي. حاجة انت بتفكر فيها كتير. في نفس الوقت انت خايف من خسارة. مش خسارة مادية بالمعنى. لكن بيت وقسرة وحياة. فانت باصل الحاجات كتير انت عملتها في العلاقة. آآ خايف تخسرها. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. دي كانت الكراقة العاطفية بالنسبة للمتزوجين. ودي كانت النصيحة بتاعتكم. اتمنى اجيكم التوفيق والسعادة. والوصول لقرارات سليمة بازن الله. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. عندي مفاجآت كتير جدا هنعملها في المرحلة اللي جاية في القناة ان شاء الله. نروح للمنفصلين والمطلقين من آآ برج الميزان. المطلقين والمنفصلين من برج الميزان. آآ الكراقة هتكون عبارة عن ماضي حاضر مستقبل. آآ تفكير الطرف التاني لو انت عايز تعرف ايه اللي بتفكيره عشان لو عايز رجوع او كده. والنصيحة بتاعتك. الطاقة الاولي الموجودة بتاعتك الزتاور. آآ البرج. آآ فدي يعني طاقة الانفصال فعلا او آآ او دي هدم علاقة. رغم ان انا شايفة قدامي آآ في علاقات لسه ما تمش فيها طلاقة. آآ اللي ورا كده ان بعضكم آآ يعني بالفعل بعد الهدم ده آآ استدى يعني يبسل قدام يركز في نفسه او في حياته او في المستقبله. ممكن يكون كمان البعض راح لعلاقة آآ جديدة. انا شايفة هنا في بعضكم راح لعلاقة او استدى في علاقة جديدة بعد كل ده. المنفصلين الماضي بتاعك انا شايفة بعضكم آآ يعني كنت في علاقة فيها تدخل من اشخاص كمان او تكون الانفصال كان بسبب علاقة ثلاثية آآ شايفة القراءة ممكن تكون عكسية عشان تكونوا عارفين. آآ كان في علاقة ثلاثية شايفة طرف آآ آآ نادمين على خسارة زعلين على حاجات كتير عملها وما جابتش نتيجة آآ شايفة علاقة حب. ممكن يكون آآ بعضكم مسافر في سفر. لكن بالنسبة للمنفصلين والمطلقين انا شايفة فيه نسبة رجوع. يعني فيه رجوع. ممكن يحصل آآ العلاقة من الماضي. آآ شايفك آآ يعني بتبط على العلاقة كتير آآ كنت مسلا عايد تحافظ عليها عايز آآ برضو العلاقة دي الدوجية دي او القبل الانفصال كان فيها غموض كان فيها كلام حايد حصل كتير آآ كنت حاسس فيها انك مقيد وانك مش آآ مش عارف تعمل اي حاجة في حياتك في وضعك في ظروفك آآ حزين دايما حاسس بخسارة يعني انا شايفك كنت في وضع سيء جدا فيه لغبطة كتير آآ نوعا ما آآ ممكن اقول ان انت كلك دور فيه يعني انت كنت يعني ممكن اقول عليه آآ ممكن كنت سلبي شوية في العلاقة يعني شايتك آآ يعني مش آآ مفيش حماس يعني ما بين يا سلبي او حزين او مش بتتكلم او متهور ومنفعل وغضبان يعني ما بين كده وما بين كده فيه غموض ممكن ده اللي كان كتير بيوترك او الصرف التاني سبب ان فيه حاجات هو مش عارفها آآ بالنسبة للحاضر آآ انا شايفة بعضكم فعلا فيه فيه علاقة حب آآ بعضكم اها يعني خرج من الماضي تماما الماضي ميت بالنسبة له آآ حاسس ان هو في وضع راحة واستقرار وآآ حاسس ان هو سعيد ممكن يكون متقدم لك عرض حب يا برج الميزان او هيتقدم لك عرض حب آآ آآ انت حاسس يعني يعني بالذات لو انت واحدة ستة يعني في برج الميزان آآ انا شايفاكي آآ وكأنك شايفة نفتك في احسن حالتك يعني شايفة نفتك آآ حالتك كويسة آآ وضعك احسن انا شايفة وضعك الحاضر آآ يعني احسن كتير من الوضع في الماضي ده بالنسبة للوضع الحاضر آآ لكن بالنسبة لبرج الميزان نخلي بالنا آآ يعني من علاقات آآ يعني من حد يضحك علينا علاقات من غير زواج آآ آآ يعني علاقات آآ آآ يعني يكون في آآ آآ هوا ونفس وآآ والحاجات دي من ناحية علاقات او من ناحية تواصل او من ناحية كلام مع اشخاص لان انا شايفة هنا في كده كتير رغم ان انا شايفة برج الميزان سعيد جدا مرتاح آآ عندك هدوء نفسي واستقرار نفسي لكن احذر آآ من بعض الخبثاء في الفترة اللي انت فيها دي لكن انت سعيد وداخل كمان على حاجة سعيدة يا برج الميزان آآ المستقبل بازن الله انا شايفة يعني عايز تكون حر عايز تكون منطلق آآ بتقفل على نفسك اي اي يعني مشاعر او اي ارتباط مثلا لو حد كلمت في حب حد كلمت في ارتباط انت في كل الكروت مسيطر على نفسك على مشاعرك آآ آآ عاوز عايز كده يعني عايز تعيش حر او عايز تكون في علاقة بس بحريتك مش عايز تكون آآ مقيد خالص لان يعني الظاهر انك انت التقيد اللي كنت موجود فيه في الماضي ده التقيد والحزن والزعل الكتير اللي كان في المرحلة اللي فاتت انت اتعقدت منه شايفك هنا بديتا عن نفسك هنا انت واقض حذر عايز تكون آآ منطلق اكتر في حياتك او تحب بحرية اكتر او تختار آآ زي ما انت عايز يعني ما يكونش حد آآ آآ يعني لي لي كلمة عليك في الاختيار بتاعك انت عايز تعمل حاجة انت اللي عايزها وفي نفس الوقت ما تظلمش حد ده تفكيرك في المستقبل واللي انا شايفاك كمان انك هتقدر تعمل ده هتبعد عن اي حاجة شايفاك بتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تضيقك ممكن تأثر عليك او على تفكيرك آآ يعني كثير تفكيرك في تحرر آآ في آآ آآ في تغيير في تغيير جزري مش تحرر بس في تغيير من كل حاجة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله الطرف التاني بيفكر ازاي او دماغه فيها ايه من ناحيتنا انا شايفة الطرف التاني يا برج الميزان عنده حب ليك في حب في حب وحب كبير جزا آآ حاسس ان هو مخدوع يعني حاسس ان انت خدعته حاسس ان انت سيته من غير سبب آآ كتير بيفكر او يكون بيستشفي من العلاقة حاليا يعني هو حاس ان هو يعني اتعن كتير في العلاقة او اتجرح كتير في العلاقة دي لسه بيبص على الماضي شريك بتاعك يا برج الميزان لسه بيبص على الماضي لسه بيفكر فيك آآ لسه نستني منك تواصل او نستني ان انت آآ تتكلم معاه او تبدأ معاه عنده حيرة حاسس ان هو مخدوع في حب كبير ده من ناحية الطرف التاني آآ بالنسبة للمطلقين والمنصفين النصيحة بتاعتك يا برج الميزان آآ يعني تفكيرك صح؟ آآ يعني نصيحتك انك انت اولا ما تتصرعش في علاقات دي اول حاجة اول حاجة انت ما تتصرعش في علاقات ممكن دي زي اللي شوفنيها ممكن تكون انت في الوقت الحاضر آآ انت كويس مرتاح وضعك مستقر آآ كتير منكو بنزدوله الماضي مات آآ حاجات كده يعني عندك سعادة في انتظارك آآ بس ممكن تكون بتتواصل او بتتكلم او في علاقة حب هي ممكن تكون مستدقة للبعض منكو اكيد مش ليكو كلكو آآ هي مستدقة او فيها نوع من انواع الخفز او آآ او فيها اغراض معينة مش آآ آآ مش بريئة يعني. فهينا برضو في النصيحة بتاعتك انك تحاول ما تتصرعش في العلاقات او في الارتباط آآ لازم تفكر كويس آآ قدر نفسك وشوفها بالشكل الصح انت كويس آآ تستحق آآ يعني آآ انت قدمك فرحة كمان قريب واحتفال وبيقولك ان انت تستحق كده آآ عندك كمان امنية آآ انك تسعى علشان تحققها او تكون انت بالفعل تسعى علشان تحقق الامنية اللي عندك دي او اللي انت بتفكر فيها في امنية كبيرة عندك عايز تحققها وآآ بيقولك ايه عليها الامنية موجودة وهتتحقق ان شاء الله ده كان بالنسبة للمطلقين والمنفصلين لكن انا ما شفتش عشان اللي هيسألني ما شفتش فيه ارتباط في الوقت القريب يعني ما فيش ارتباط الا البعض انا شايفة بعضوكم فيه ارتباط هو في ارتباط فعلا حلال او بيعيش قصة حب او وعلاقة حب آآ آآ بعضوكم يخلي بينه وبعضوكم فيه علاقة فيها سعادة وفيها استقرار وبعضوكم فيه رجوع من الماضي التاقات اللي موجودة معي في القراءة قبل ما انسى آآ الطاقة النارية معيكو كتير الهوائية زيكو والطاقة المائية آآ طاقة ترابية بسيط الابراج اللي موجودة موجود معك برج الاسد الجادي آآ ابدالو الحوت الميزان السرطان آآ العقرب يعني هي زي والعزراء آآ دي الابراج اللي موجودة معيك او اللي اناش قدرت اشوفها حاليا لكن كل التاقات آآ موجودة معك في القراءة آآ حظ سعيد وموفق للجميع ان شاء الله ونروح للعازبين والغير المرتبطين من برج الميزان بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين آآ طاقة في الشهر ده برج الميزان انا شايفك آآ يعني آآ بتحت في المقصود آآ في حاجة جديدة عملتها او ممكن يكون بعضوكو داخل في علاقة جديدة او في حالة حب آآ لكن شايفة اللي بعد كده تباعد آآ وعلاقة ثلاثية مش عارفة ليه برج الميزان انتقدكم نهاردة معي فيها كتير علاقة ثلاثية كلكم التزاوجين والمطلقين والعازبين الطاقة بتاعتك في الماضي انا شايفة فيها علاقة ثلاثية ممكن تكون انت اللي كنت في علاقة ثلاثية او دخلت مع حد آآ في علاقة هو عنده طرف تاني آآ بس انا شايفة انك في الماضي كنت في علاقة كنت مبسوط بيها جدا سعيد آآ آآ حاسس بنفسك حاسس آآ يعني يعني اسعت حاجة في الدنيا يعني كنت واحد وضع للضصان آآ كنت حاسس ان هي علاقة مناسبة ليك بس العلاقة فجأة دخل فيها طرف ثالث او انت اكتشفت ان انت طرف ثالث او في طرف ثالث آآ كل الحاجات الاولى دي آآ اتقلبت آآ شايفة شايفة كمان علاقة كان فيها مشاكل كتير جدا لكن العلاقة فيها حب يعني كان فيها حب وفيها حب قوي يعني كل كروة الحب موجودة يعني كان فيها حب وحب كبير كمان وآآ كان فيها توازن وفيها تناغم انت حاسس بانتك حاسس بنفسك فيها حاسس كمان ان دي آآ تنفع علاقة تكون الزواج او تكون الاستقرار يعني انا شايفة كل تذكيرك في الماضي في العلاقة ان هي علاقة كويسة ومصالحة وتنفع زواج وحب والتقرار واصفال وكل حاجة لكن فيها مشاكل او فيها تدخل من اشخاص وفيها طرف ثالث عند البعض آآ الحاضر بتاعت آآ انا شايفك آآ حاليا انت صادر على حاجة فيه حاجة مستنيها او حاجة مستني النتيجة بتاعتها انت فيه حاجة صادر عليها آآ كمان فيه عندك كتير آآ تذكير في ناحية مادية تذكير كتير جدا في ناحية مادية او استقرارك الماضي او آآ ان تعطيلك عن الارتباط او عن الحياة المستبقى بزروف مادية يعني انا شايفة مسيطر عليك في الحاضر الناحية المادية جدا التقاط اللي موجودة معك في الكراءة انا شايفة المائية الهوائية والنارية والترابية كل الكفات موجودة الابراج جي معك الاسد العزراء الميزان ممكن بعدكم بيحب حد من نفس البرج آآ الجوزاء آآ قلنا الاسد موجود آآ اشتركوا في القناة